السياسة عبر منصتها يا أهلا وسهلا فيكم ببرنامج كونتك بالعربي معكم أنا هالة بسام خلونا نبدأ أخبارنا لليوم ونحكي عن أول خبر معنا لليوم عن عالم العملات الرقمية هبطت الآن عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 شهر في التعاملات الأسيوية يوم الاثنين تحديدا متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية المفاجئة اللي عم بتواصل الضغط على أسعار الأصول ذات المخاطر العالمية انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 9% مسجلة تسعر دون 25 ألف دولار وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020 كما انخفضت أيضا العملات المشفرة الأخرى مع استمرار عمليات البيع على نطاق أوسع يعزز التجار رهاناتهم على وطيرة أكثر شراسة لتشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو المركزي الأمريكي بعدما أظهرت البيانات تحديدا يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى له في 40 عام في مايو مما أدى طبعا إلى عمليات بيع الأصول ذات المخاطر العالية بما في ذلك العملات المشفرة وأيضا سوق الأسهم اللي يضغى عليه اللون الأحمر وفي الحديث